في تصعيد جديد لللهجة ضد النظام التركي فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجميع بتغريدة جديدة توعد فيها تركيا بكارثة اقتصادية في حال أقدمت على الهجوم على حلفاء واشنطن في الشمال السوري بعد سحب القوات الأمريكية من هناك الرئيس الأمريكي أكد كذلك عزمهم على خطوة يبدو أنه يراها ضرورية للحد من التهديدات التركية باجتياح الشمال السوري بالإعلان أنهم في صدد إنشاء منطقة آمنة بعرض 20 ميلا لكن دون أن يحدد المكان الذي ستقام عليه هذه المنطقة والجهة التي ستتولى مسؤولية مراقبتها في المقابل طالب ترامب من حلفاء واشنطن في الشمال السوري وهم هنا قوات سوريا الديمقراطية بعدم القيام بأي استفزازات لتركيا الرئيس الأمريكي أكد في الوقت نفسه أن سحب قواتهم من سوريا لا يعني انتهاء مهامها هناك ومنها القضاء على تنظيم داعش الإرهابي قائلا إن الضربات ضد التنظيم ستتواصل من القواعد الأمريكية في الدول المجاورة لسوريا ترامب الذي طالب الجميع بالعمل من أجل إنهاء الحرب في سوريا قال إن روسيا وإيران والنظام السوري كانوا أكبر المستفيدين من سياسة واشنطن طويلة الأمد في القضاء على تنظيم داعش الإرهابي تصريحات ترامب هذه تأتي بعد يوم واحد فقط من إعلان وزير خارجيته مايك بومبيو قدرتهم على حماية مصالح حلفائهم في الشمال السوري بعد سحب القوات الأمريكية رسائل قاسية يوجهها ترامب وأركان إدارته لا شك سيتلقها النظام التركي بألم ومرارة كبيرين فهذه التطمينات للحلفاء من جانب واشنطن ستبدد جميع الأحلام التي بناها أردوغان بمجرد إعلان ترامب عن سحب القوات الأمريكية من سوريا